سؤال تاني بقى لي كانت مصطفى محمد لما خرج من مباراة غنيا بيساو مصاب فجأة فجأة بدأنا نحس ونفكر هو مين بديل مصطفى محمد في منتخب مصر احنا عارفين القصة دي من بدري بس مصطفى محمد ربنا يحميه دايما يعني بقى له فترة جاهز طول الوقت مع المنتخب بيشارك طول الوقت مع المنتخب مصر بس اهم خرج من الملعب بدأنا نتخض وعندنا نفكر طب شريف طب قوفة طب واحد من بره اصلا مدخدش المنتخب عندنا مشكلة في المركز دا عندنا مشكلة لغاية ما يظهر حاجة تانية ايه حاجة تانية لو كان قوفة النهاردة نزل وجاب هدف كان الموضوع هتلاقي نفسك مضطمن شوية لكن تأخير الهدف شوية بالنسبة قوفة معزور بالمناسبة اه معزور لا طبعا مش تقير لما بيقول مصطفى محمد بس فارق بدرجات عن اللي تحتيه بس اللي تحتيه كويسين لا بدرجات كتيرة هو مبدايا راجل بلعب في الدور الفرنسي راجل هدف راجل انا اقول لك الحاجة راجل من الفراودة القليلة اللي ممكن تشوفها اللي بيعرف يلعب على الجنب دهره ودي مش ميزة موجودة في اي فرود فرود عايز يتحرك بوش وكابتن الوحيد اللي ممكن يستلم ويلف بشوتة هو مصطفى محمد فعنده مميزات كتيرة جدا ماينفعش الكارنو هتسلم اي حد الكارنو بي لكن انت الوقت فيه قلق انا من وجهة نظري قوفة غير محمد شريف قوفة لما تحتاجه هتحتاجه في الكار العالية لو انت بتلعب جوالبوكس كتير وبتعلق الكار وبتلعب عرضية كتير فانت محتاج قوفة